تحية لكم هذه بانوراما يقدمها لكم اليوم صحيب شرائر وهذه عنويلها فاغنر تمردت على موسكو ثم تراجعت هل نجح الاتفاق بوقف الزحف نحو موسكو فحسب أم سيتسبب باندلاع أزمة داخلية أم لبوتين حسابات أخرى بوتين يؤكد أن العملية العسكرية بأوكرانيا أولوية قصوى بعد أزمة التمرد هل ستتغير ثقة بوتين بقادته العسكريين وماذا عن مستقبل فاغنر اشتركوا في القناة هو وقت عصيب إذن خيم على روسيا تسبب في إثارة غضب سيد الكريملين وهز معايير الثقة عند الرئيس بوتين الصدمة لم تأتي من أعدائه في كييف بل من قادة المقربين وتحديدا من باغنر التي تقاتل دفاعا عن موسكو في أوكرانيا الصدمة التي حاشتها موسكو وراقبها العالم جاءت مع إعلان بريغوجين العصيان والتمرد آمرا قواته بالزحف إلى موسكو أحداث متسارعة لم تكن في حسابات بوتين استمرت 36 ساعة استولت خلالها فاغنر على مناطق ومواقع حساسة فيما توعد بوتين بسحق التمرد الذي وصفه بالخيانة والطعن بالظهر أحداث ربما شكلت صدمة كبيرة لموسكو مع عبور قوات فاغنر الحدود من أوكرانيا وتقدمها في مناطق راستوف وليبيتسيك وفورونيك جنوب روسيا وتلويحها بالتوجه إلى موسكو التي يبدو أنها فضلت الوساطة على المواجهة من خلال تدخل رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو الذي نجح في التفاوض مع يفغين بريغوجين وإقناعه بالانسحاب مقابل ضمانات ليعلن قائد فاغنر التراجع حقنا للدماء والانسحاب من مناطق راستوف وليبيتسيك وفورونيك وجنوب روسيا بينما أكد حكام تلك المناطق عن عودة الهدوء بشكل تدريجي الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي قال إنما حدث دليل على ضعف روسيا الذي بدى واضحا وأن القيادة الروسية لا تسيطر على أي شيء داخليا أما الولايات المتحدة فقالت عبر خارجيتها إن الأزمة في روسيا تكشف وجود تصدعات حقيقية في سلطة بوتين وأنها كانت تراقب الوضع كما تشاورت مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين الذين أعلنوا بدورهم عن مراقبة التطورات في روسيا عن كثب مجريات طرحت العديد من التساؤلات عن عواقبها وانعكاساتها على المشهد الكبير العملية العسكرية في أوكرانيا وعلى الصورة القريبة أيضا داخل الكريملين على بوتين وعلى رجاله وحلفائه أيضا عملية تمرد فاغنر استعرقت 36 ساعة الحادية عشرة صباح الجمعة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين شكك بدوافع الحرب في أوكرانيا واتهم وزارة الدفاع الروسية بقصف مقاتل فاغنر بعد منتصف ليل الجمعة أصدرت روسيا أمرا باعتقال بريغوجين السابع والنصف صباح السبت استولت قوات فاغنر على مدينة رونستوف حوالي التاسع صباح السبت تقدمت فاغنر نحو موسكو العاشر صباح السبت بوتين خاطب الشعب الروسي مطالبا بالوحدة بعد ظهر السبت وصلت قافلة فاغنر إلى ييلتز على بعد حوالي 250 ميلا جنوب موسكو الثامنة ونصف مساء السبت أعلنت بيلاروسيا عن صفقة مفاجئة مع بريغوجين بوقف التقدم نحو موسكو الحادية عشرة مساء السبت غادرت قوات فاغنر مدينة رونستوف مجموعة فاغنر تأسست بتزامن مع السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم عام 2014 يقود هيفجين بريغوجين الذي أكد أن لديه خمسة وعشرين ألف مقاتل عملت على دعم المجموعات الانفصالية في منطقة دونباس في عام 2015 كل فتح موارد الطاقة في سوريا عام 2017 توسع عملها في إفريقيا في ليبيا والسودان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ومنزنبيق عام 2019 أرسلت مائة وتسعين من عناصرها إلى منطقة كابو ديلغادو شمالية مزنبيق نناقش الموضوع مع ضيوف بانوراما لهذا المساء من موسكو الدبلوماسية السابق فيتشسلاب ماتازوف ومن كييف الدبلوماسي والمستشار السابق فلودومير شماكوف ومن القاهرة دكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومن واشنطن بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بكم جميعا سادتي الأفاضل ضيفي من موسكو سيد ماتازوف أبدأ معك هل انتهى تمرد بريغوجين أم للقصة بقية برية أنا انتهت لكل هذه الأزمة الأزمة الداخلية بلا أي شك لأنه هي ناتجة من عمل إنشاء الشركات الأسكرية خاصة هذا أخذنا مثل من ولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أعطى للدول عديدة كيف كانت ترافق حرب في إراك مؤسسة خاصة بلايك ووتر أكاديمي الآن هي كانت تساعد جيش النزامي في عملية أسكرية في إراك وكانت هذا التجربة انتشرت وروسيا كما بيّن أخذت هذا مثال لكي يشاجع نشاط السياسي وأسكري غير خارج أطار سياسة خارجية رسمية إلى أفريقيا في بعض دول شرق الأوسط وبنسبة لقرمة أنا لا أوافق لأن في قرمة لا كانت هناك أي شركات خاصة فقط نعم لكن سيد ماتوزف هناك من يرى ولكن أيضا على الوقاية عدرا على المقاطعة أن فاغنر هذه الشركة العسكرية الخاصة أثبتت فاعلية أفضل من الجيش الروسي في المعركة في أوكرانيا ليست صحيحا لأن في معركة في أوكرانيا كانت يُعطي فقط مهمة تحرير بخمود أرتيومفسك وهذا الصراع كانت طبعا كلها تحت مسؤولية القيادة الأسكرية التي كانت ضمن أطار شركة خاصة لأن ليست بريغوجين هو شخص الأسكري ليست هو قائد مجموعة الأسكرية هناك الدبات المخترفين هناك الدبات من تقاعدين من كل قوات مسلحة أنت تقول إذن سيد ماتوزوف كي ألخص ما تقول أنه روسيا الجيش الروسي اعتمد على فاغنر في أوكرانيا في معركة واحدة في معركة بخمود ولكنه أخذ أكبر من حجمه صحيح؟ طبعا لأنه سمحوا لي فاغنر أن يكبروا حجم هذه المجموعة وأصبحت هي كبيرة لحتى تقريبا لنفس الحجم وصلت إلى موصلة إليه واستولت على راستوف وكادت تشوق الطريق باتجاه العاصمة موسكو في أزمة كما وصفها الرئيس الروسي بالطعنة في الظهر من قبل بريغوجين ومجموعة فاغنر ووصفه العديد من المراقبين بأسوأ تحدي يواجهه رئيس بوتين منذ أكثر من عشرين عاما في السلطة في روسيا إلى كييف سيد شوماكوف أسألك كذلك هل فعلا هذه هي نهاية فاغنر واعتماد روسيا وهل انتهت قصة فاغنر وهذا التمرد الذي صدم ليس فقط الروس بل العالم وصدمكم أنتم أيضا في أوكرانيا هل انتهى هذا التمرد برأيك أم كما يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن هذه الاضطرابات في روسيا قد تستمر شهورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية أتيبة من أوكرانيا حول مجموعة فاغنر بصراحة لأن توجد معلومات بأن سلطة روسيا نقلت جوز من هذه المجموعة في بلاروس وعندنا موجود شواغ الجدية بأن مجموعة فاغنر سوف تهجم على أوكرانيا من أراضي بلاروس لي وغف إمدادات الزخاير ومعادات أسكرية من غارب في عمك أوكرانيا بالمناسبة اليوم في آنين واحدين أفادت أركان عاما أوكرانيا بأن لا توجد أي أساس للكالك لكيه قوات مسالحة أوكرانيا مستعيدة لهذا السناريو نحن نتذكر بأن تقريبا من منزلسانا قوات مسالحة بلاروس هادت بي هجوم على أوكرانيا يعني بصفة عاما قوات مسالحة أوكرانيا مستعيدة لهذا السناريو بالمناسبة حول هذا التمرد أن اليوم سمعتوا بعض الخيارات من معاردين من معاردين للبوتين بأن من الممكن كانت هذه المسرحية لأن روسيا لكي تضغل الغارب أن Путين ليس شارعا مطلقا بمقارنا مع سيد بريغوشين لنا تذكر بأن كانت شواغ لجدية لغارب بأن سيد بريغوشين سوف يسايد روبي ترسان نووية ولكن في عانين واحدين موجود خيار آخر بأن نتيجة هذا التمرد سبب هذا التمرد سراع بين وزارة دفاعات روسية وجهاز الأمن الروسي أنا بغير إدراك بأن مجموعة واغنر هي جوس وهي مشروع جهاز الأمن الروسي طيب ضيفي مونسكو يرى أنه جرى الاعتماد عليها وانتهى أنت تعتبرها على أنها مصرحية هذه النقطة فعلا أثرت من قبل العديد من المتابعين لأنه كان غريبا جدا دكتور محمد مجاهد الزياد في القاهرة هل وارد ممكن أن تكون هذه القصة التمرد فاغنر كلها برمتها عبارة عن مصرحية من إعداد روسيا وإذا كان الأمر كذلك يعني فما الفائدة من تمثيل أن يكون هناك تمرد وهناك زحف وسيطرة بالفعل على راستوف والتقدم باتجاه العاصمة موسكو نعم هناك علامات استفهم كثيرة عن العملية لكن اسمح لي أن أعود إلى الوراء في عدد الملاحظات الملاحظة الأولى أنه في أول يونيا عقدت قوات المسلحة اتخذت قرارا بضرورة التعاقد مع القوات الغير نظامية في القوات المسلحة التي تشارك الجيش الروسي العملات العسكرية وأن يكون واحد يوليا هو آخر موعد لهذه التوقعات هذه التعاقدات ويعني معنى ذلك أنه كانت من الضروري أن تنضبط فاغنر وتوقع على عقود مع القوات المسلحة وفي نفس الوقت الرئيس بوتين في 13 يونيا الرئيس بوتين في لقائه مع المراسلين العسكرين أكد على هذا المعنى إذن كان لدى فاغنر موعد محدى ضروري أن تغير من طريقة عملها مع القوات المسلحة فكان هذا الإجراء من علامات الاستفهام المسارة أنها دخلت إلى رستوف دون مواجهات وأنها تحركت دون مواجهات ولا ضحايا حتى إدعاء هنا يرى البعض أنه تهاوي دفاعات الجيش الروسي أمام فاغنر لأن طبيعة مقاتلي فاغنر هم خرجوا سجون وهم يعني مقاتلون يقاتلون من أجل المال بشكل رئيسي وبالتالي كان هناك فرار من قبل الجنود الذين ربما ليست لديهم عقيدة عسكرية كبيرة في راستوف ألا يمكن أن يكون هذا فعلا تفسيرا آخر أنت تعتبرها كذلك يمكن أن تكون مصرحية ولكن شهدنا تمردا يعني سارة في اتجاه العاصمة الروسية أولا لم تحدث مواجهات ولم تقع ضحايا والحديث الذي زعم فيه أنه أسقط طائرة لم يحدث ولا توجد صور لهذا الأمر الزحف إلى موسكو تمثيلية هل يعقل أن تتحرك 25 ألف مقاتل عن مسافة 500 كيلو لإسقاط حكومة في موسكو هذا كلام غير صحيح ودل على ذلك الاستدارة الكاملة التي تمت لم تحدث مواجهات القوات الروسية تركت المكان وهو يصير على مثل استفهام والإجراءات الاتفاقات التي تمت كفلت أن يخرج الرئيس فاغنر وأن تخير ثلاث قطاعات اسمح لي إضاحة الفكرة ثلاث قطاعات منها الذين لم يشاركوا ينضمون إلى القوات المسلحة ومن يرغب في التعاقد يتم إذن الهدف الاستراتيجي هو أن تبخى فاغنر كزراع لروسيا في الخارج ليست في الداخل انتهى دورها في الداخل وكان هذا هو الصراع ما بين فاغنر التي تصر على أن تبخى قوة مؤسرة والقوات المسلحة التي تريد أن تؤكد على مبدأ عسكري هو القيادة والسيطرة للقوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا نعم سيد ماتوظف في موسكو أراكا تعترض على ما أورده ضيفاية من كييف ومن القاهرة هناك علامة استفهام كثيرة وكأن تمرد فاغنر يبدو مصرحية كما يصفها البعض هذا السيناريو يتداوله الكثيرون أيضا بالنظر على أننا نتحدث عن الجيش الروسي وما أدراك الجيش الروسي ثاني أقوى جيش في العالم معقول أن يتهاوى أمام مجموعة من 20 ألف مقاتل أنا تكرار ومرارا كنت أتركز أن حرب الجارية اليوم على أرض أوكرينية ليست فقط مع جيش أوكريني هذا مواجهة روسية لحلف الغربي ناتو ودول متعاونة مع ناتو تحت قيادة ولايات المتحدة الأمريكية هذا هو استدام على صاحة الدولية ليس على صاحة الإقليمية أوكرينية أو أوروبا شرقية أو غيرها لذلك هذا تنعكس على أوداء الداخلية في روسيا كل هذه الصراعات لأن أنا قلت تكرارا ومرارا فكرة واحدة أن بنسبة لروسيا أهم المعركة ليست في أرض أوكرينية أن أهم المعركة هي في داخل روسيا بين القوة التسعينات التي يستولون على كل مواد التبعية ويسيط أوليغارخ الروس مرتبطين ماليا اقتصاديا مع المسالح الغربية ومسالح الأمن القومي الروسي وهذا ما علاقته بفاغنر وتمرده عذرا على المقاطعة حتى نفهم بس علاقته بفاغنر هذا أحد الأدوات في هذا التواجه في داخل الروسيا هذا يجب أن تنطلق من هذا يعني أستاذ ماتوزوف أعطني جوال مختصر رجاء حتى أنتقل إلى ضيفي من واشنطن أيضا أنت تعتبر أن فرضية المسرحية أن تمرد فاغنر على روسيا مصرحية هذا يعني ليس صحيحا لا أنا نسبيا هذا صحيح مصرحية لأن تحت كل الصراعات الداخلية هناك واحد الذي يراقب مراقب ويحل المشاكل هي رئيس الدولة لذلك رئيس الدولة ما تدخل في هذا الصراع اللي بدأت منذ أشهر في بحمود حتى اتهامات والطلب قالت وزير الدفاع ورئيس سركان الحرب النداء لازم أن يكون يتدخل فورا طيب يعني هذه مجموعة فرضيات نقوم بتحليلها بالنظر إلى الحدث الصادم والتقدم باتجاه موسكو والتمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين أذهب إلى واشنطن أستاذ بشار جرار عذرا أطلت في الوصول إليك شكرا على صبرك ولكن من الفرضيات أخرى غير أنه هشاشة الجيش الروسي والتصدعات كما تقول واشنطن فرضية أن تكون هذه مسرحية وكما قال دكتور زيات من القاهرة أنه وسيلة لإخراج فاغنر من الحرب بطريقة يعني متفق عليها مسبقا هناك فرضية أخرى أنه الغرب وراء هذا التمرد ما رأيك فيما حصل من تمرد غير مسبوك على الرئيس بوتين شكرا لدعوة الكريمة من بعيد الضيوف الكرام وأقول بأن أنتم بعرضكم للبرنامج قلت 36 ساعة وذكرتم أحداث هي عملية أقل من 10 ساعات التي عشنا فيها تلك الحالة الضبابية ما حقيقة ما يجري والمشكلة أن الخطأ لم يقع فيه فقط محللون عادة ما يدأبون بمتناول الأحداث بشكل رغائبي الصورة كانت واضحة منذ البداية هذا ليس انقلابا لأن الإنقلاب يريد تغيير منظومة الحكم بأكملها وليس أيضا تمردا عسكريا لأن التمرد العسكري لا يتم إلا بعد حجد التأييد العسكري داخل الوحدة المتمردة وليه أصداء في الجيش وهذا ليس جيش هذه المشكلة حدية المشاعر طيب إذا كان الأمر كذلك أستاذ بشار ما الهدف يعني الرئيس بوتين يعني ما مصلحته يعني أن يظهر وكأنه تعرض لخيانة وبأنه يطعن في الظهر كما قال من قبل أحد أهم حلفائه أحد اللاعبين الرئيسيين في حرب أوكرانيا أنا حاولت أن أمهد لك على الأقل أصل النقطة الجوهرية في سؤالكم من التتابع الآن ما هي فاغنر؟ الكثيرون نسوا فاغنر يعني من هو ضد النظام في روسيا يقول أنها الشيش من المرتزقة وهذا توصيف خاطئ فنيا هذه الغداية كانت هي قوة ضاربة لمن؟ للاستخبارات بمعنى أنها قوة موسلز بمعنى قوة عضلات تنفذ الأوامر هي لا تخطط ولا تفكر حتى هي تنفذ أوامر من؟ المخابرات بمعنى أن السمة الأمنية الاستخبارية هي الغلابة وهي الطاغية قضية التي أشار إليها الأخ العزيز من موسكو بأنها كانت محاكاة لتجرة بلاك ووتر بلاك ووتر شركة أمريكية ذاعة الصيف بالنسبة للعراق ودون الدخول بأي مقارنات غير منصفة ولكن أيضاً هي نوع من ذراع يتبع الدولة يتبع العسكري والاستخباري والأمني ولا يخطط بنفسه هو أداة تنفيذ ويقوم بعمليات لا يقوم بها الجيش النظامي أحسنت هذه النقطة الثالثة دائماً تسبق لإسرائيل النقطة الثالثة يا عزيزي هو أن المراد هو مزيد من حرية الحركة لهذه كالدراجنر ولا بلاك ووتر تريد القيادة السياسية الأمنية المطبخ الأمني العسكري يريد مزيد من الحرية يناور فإن وقع في خطأ يتبرأ منه لذلك يا عزيزي أنا هون أعود إلى أهم تصريح في وجهة نظري صدر من واشنطن كان على لسان الرئيس السابق والرئيس المقبل على الأرجح دون ترامب قال عليكم حذر المجتمع الصحفي والسياسي وحتى الاستخباري في واشنطن قال عليكم أن تكونوا حذرين بما تتمنون لأن الموضوع لا يمكن ولا يعقل أن تكون مغامرة غير محسوبة لأن رد التفعل وهنا أظهر السطحية السياسية لدى بعض القوى السياسية على رأسها اسمحوا لي في هذا الكلام القادة السياسيون الذين تسرعوا وقالوا أنا بوتين هرب وأنا الجيش انهار طبعا للأسف وإسقاطات على موضوع العراق وموضوع صدام شيء مؤسف حالة الارتباك والتسرع التي قادت الجميع إلى هذا التهور الآن في جملة واحدة ما حقيقة ما جرى أنا أتفق بأن الخيوط كلها بيت بوتين سواء أنت كنت مع بوتين أم ضد بوتين هو مدرك لما يجري والاستخبارات الأمريكية على من قالت أنها كانت تتوقع شيء ما السؤال من الذي بادر بالخطوة وفاجأ الآخر لم يكن هناك عصر فاجأة يعني تؤكد صحيح المخابرات الأمريكية قالت كما ذكرت أنه كانت على علم بهذا التمرد ولكن هذا لا يثبت أنت تريد القول أن أمريكا والغرب ليس وراء هذا التمرد لأنه لم يكن هناك تمرد أصلاً بل الأمر كان مخطط له طبعاً ولكن هذا يعني يبقى في إطار التحليل فقط فحاولنا أن نفهم أو نفهم حقيقة ما جرى في الستة وثلاثين ساعة الماضية التي صدمت روسيا والعالم بعد الفاصل سنذهب إلى فاصل الآن وبعده نحاول أن نقرأ المستقبل ما بعد عملية تمرد بريغوجين على بوتين إذن مشاهدين بعد الفاصل في بانوراما بوتين يؤكد أن العملية العسكرية بأوكرانيا أولوية قصوى بعد أزمة التمرد هل ستتغير ثقة بوتين بقادته العسكريين وماذا عن مستقبل فاكنر؟ أهلاً بكم من جديد إذن انتهى العسيان المسلح والتمرد الذي قاده مؤسس فاكنر يفغيني بريغوجين ضد موسكو بعد قبوله بمغادرة روسيا مقابل ضمانات بعد الوساطة التي قادها رئيس روسيا البيضاء أليكساندر لوكاشينكو تسوية أثارت سجالات عن مصير فاكنر وقائدها المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف كشف في تصريحة صحفية أن الوساطة البيلاروسية جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء ومنع وقوع أي مواجهة داخلية على الرغم من أن العسيان الذي نفذه بريغوجين يعد خيانة لروسيا وأبرز ما تضمنته وساطة مينسك إغلاق القضية الجنائية ضد بريغوجين وأنه سيغادر إلى بيلاروسيا دون عقاب السلطات الروسية لن تلاحق عناصر المجموعة الذين شاركوا في التمرد المسلح وستسمح لهم بالعودة إلى معسكراتهم ومواقعهم مع إمكانية الانضمام لصفوف القوات الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع لبعض مقاتلي فاغنر ممن رفضوا الانقراط في حملة بريغوجين من جانبه عز الكريملين موافقة بوتين على وساطة مينسك إلى حقن الدماء وعدم تجاهل دور فاغنر في الحرب ضد أوكرانيا ومشاركتها في تحقيق انتصارات مثمرة آخرها كان في بخمت وكذلك دورها في تنفيذ مهام خارج موسكو لتأمين المصالح الروسية والنفوذ والاستفادة من الثروات في دول إفريقية بين السودان وليبيا وإفريقيا الوسطى وموزنبيق ومالي في المقابل يعمل الكريملين على تعديل خططه بعد تمرد فاغنر من خلال تجنيد متطوعين من داخل وخارج روسيا والتعاقد مباشرة مع الدفاع الروسية ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وأجدد ترحيب بضيوف فانوراما هذا المساء من موسكو الدبلوماسي السابق في تشسلاف ماتوزف ومن كييف الدبلوماسي والمستشار السابق فلود مير شماكوف ومن القاهرة دكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومن واشنطن بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بكم من جديد ضيوفي الكرام سيد ماتوزف في موسكو أين هو يفجيني بريغوجين يفجيني بريغوجين هو كما قال لوكاشنكو أليكساندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا أنه يعرف على الاتصال مع بريغوجين حلال ثلاثين سنة الأخيرة لازالي قادة بمبادرة لكاشنكو هو ما كانت طلب منه عن يطاداكول هو بادرة لتداخل لتصويت هذا المشكل برججد نازري وانا أكيت أنه بريغوجين الان انتقل إلى بيلاروسيا حتى يهدل عمور متلاقا لأن بيدونشاك أنسرا يجري بين وزارة الدفا وشخصين مع وزير الدفا ولكن ليسات مع السلطة لأن بيدونشاك أنسرا يجري بين وزير الدفا ولكن ليسات مع السلطة لأن بيدونشاك أنسرا يجري بين وزير الدفا ولكن ليسات مع السلطة في ري في روسيا أن هذا تمرد ضد وزير الدفاع ووزارة الدفاع هو هذا انقلاب داخل وزارة الدفاع لكي إقالة وزير من منصبه ولذلك هذا الآن ما تروح على بيسات البشر غدا بوتين يلتاقي مع قادة الأسكريين ونحن نسمع النتائج هذا القصة يعني تتوقع إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان يعني بوتين سيقول يجري حديثة لأن إقالة سيرجي شايقو نعم وكذلك قائد الأركان فاليري جراسيمو صحيح؟ كذلك ولكن فاليري جراسيمو هو عسكري هو خريج من أكاديميا أركان الحرب هو معروف جيدا كعسكري أما وزير الدفاع هو ما خدم في الجيش ولا شهر لذلك هو مدني نعم أساسا نعم ولذلك هو مرتبط أكثر من هذا طيب طيب مدامك فتحت هذا الباب نعم هذه القيادات العسكرية نعم في روسيا يعني باتت يعني يعني موقعها أو مصيرها أيضا بات محل تساؤلات كبيرة خاصة وزير الدفاع سيرجي شايقو يعني كذلك دعني أسألك من هي الشخصيات ربما المرشحة لخلافة سيرجي شايقو إذا ما فعلا أقاله بوتين بعد هذا التمرد طبعا هناك عدة أسماء يعني يتروح في الجو في موسكو أول واحد هذا محافظ محافظة طولة ديومين الذي هو شخص مقرب وموصوق به من قبل رئيس الدولة أولا شيطاني خلال مرور واغنر عبر محافظة طولة الفوج الكامل لقوات الخاصة الميزاليين الآن هناك المدرسة مركز التدريب للميزاليين نعم هم فوج كامل انتقل إلى صفو وإيدا بريغوجين واغنر لذلك هم وجدوا دعما في صفوف الجيش عند مرور طولة خطورة وين أن يرفض لا يوجد هناك احترام الكافي لوزير الدفاع في كل جيش هذا ليس في المجتمع الروسي أما في جيش كذلك هذا هو يعبر يستفيد منها فوجنر عندما يمر المحافظات فرونيش ليبيتسك وطولة ووصل إلى موسكو طيب نعم سيد شماكوف في كييف وصلت فكرتك أستاذ ماتوزف تمرت ضد وزير الدفاع شخصيا نعم طيب سيد شماكوف في كييف هل تعتقدون فعلا أن دور فوجنر قد انتهى الآن في الحرب الدائرة في أوكرانيا وهل حقا يفجيني بريغوجين سيذهب للبقاء في روسيا البيضاء أو في بيلاروسيا بعد وساطة الرئيس لوكاشينكو نعم سؤال شائك بصراحة معلومات متضاربة معلومات كمان شحيحة حول هذا التمرض ولكن عندنا موجود معلومات عن روسيا كمانا قلت قبل أرسلت قواتها داخل بيلاروس فسؤال ما تروح إلى طاولة هذا الهدف هجوم على أوكرانيا أو إجبار لوكاشينكو لإنضمام إلى هذا الحرب وكمان في أكرب الوقت نحن سوف نرى هل كانت هذه المسرحية أو بإتمارات حقيقي ضد سلطة روسيا وضد بوتين سورا ما سوف نرى هل سوف تكون استقالات وإقالات داخل وزارة الدفاعات روسيا وبصراحة إذا لم تكون هذا المسرحية فأكيد هذا إدرار لسومة ولكن أنا شخصيا أعتقد كانت مسرحية روسيا لأنني تذكروا بأن كمان وصلوا في رستوف لكوات چيشينية من القدير ولم تكون هناك أي معارك مع واغنر بالعقس يعني بصفة عامة من المنتظر بأن هنا نحن في أوكرانيا ننتظر من الممكن سوف يكون هجوم مجموعة واغنر على كوات مصالحة أوكرانية في غارب أوكرانيا بمعنى تعتقد أن الدور فاغنر لم ينتهي في الحرب في أوكرانيا طيب دكتور مجاهد الزيات محمد مجاهد الزيات أسئلة عديدة وكثيرة متعلقة بمستقبل فاغنر خاصة بمستقبل يافجيني بريغوجين كيف تتوقع هل هو سيجلس في بيلاروسيا ويتوقف عن استثماراته وكان يدير مؤسسة أمنية تجني الكثير من الأموال وكان يدير معارك مهمة كذلك وما هو مستقبل مصير فاغنر كمؤسسة أمنية كذلك انتشارها ووجودها في دول أخرى في إفريقيا من بينها مالي والسودان كذلك كل هذه أسئلة مرتبطة كيف تعتقد أنه سيكون مستقبل فاغنر ونشاطها ومستقبل قائدها كذلك دعنا نفصل بين مستويين مستقبل فاغنر في روسيا ومستقبل فاغنر كزراع عسكري على مستوى العالم الموقف مختلف مستقبل فاغنر في روسيا أعتقد أنه بعد ما حدث ورفض فاغنر التعاقد والاندماج تحت سيطرة القيادة العسكرية أعتقد انتهى دورها بهذا الشكل والحديث واضح جدا من القرارات التي اتخذت أن من يرغب في التعاقد سيتم من لم يشارك سوف يندمك لكن أن تندمك فاغنر بأكملها في الجيش أعتقد أمر مرفوض من القوات المسلحة لأن فاغنر متهمة بأنها تنظيم إرهابي وفي هذه الحالة تعتبر إدانة للقوات المسلحة الروسية فيما يتعلق بالقيادات العسكرية أعتقد أن الاجتماع مجلس الأمن القومي الروسي القادم ستتم فيه نوع من الإقالات بالتأكيد لإحكام السيطرة لأنه ما حدث سيدل على أن هناك القرار العسكري ليس بالإحكام المطلوب رئيس الأركان غاب خلال اليومين خلال الستة وتلاتين ساعة وقيل أنه كان مجهدا لم يكن موجود فهلو اختفى أو سيختفي لا نعرف القائد فاغنر ليس قائدا عسكريا ولكن هناك قيادات متمرسة تقود التنظيم يمكن أن تخلفه يوجد قيادات منفصلة في الدول التي تنتشف فيها فاغنر بالأهم بالنسبة للرئيس بوتين أن يبقى فاغنر زراعا قويا لمواجهة أو الاستخدامها في تحقيق مصالح عذرا عن المقاطعة ماذا عن بيجوجين نفسه لأنه بدأنا نسمع بعض التقارير تتحدث عن ازدياد شعبية بريجوجين وبالعكس هناك آراء داخل روسيا ترى أن ما يقوله بريجوجين هو محق فيه وبأن وزير الدفاع الروسي وإن كان أثبت حنكة عسكرية في دعم الرئيس السوري بشار الأسد خلال السنوات الماضية لكنه في حرب أوكرانيا أثبت فشلا ذريعا هل برأيك ازدياد شعبية بريجوجين بعد هذا بعدما قام به يمكن أن ينبئ بمستقبل قد يكون مختلفا ليفجيني بريجوجين لا أعتقد ذلك تماما لأنه لو كانت هناك شعبية لرأينا تظاهرات في الشارع في ظل هذه الأزمة تؤيده أو مواقف على هذا الشكل هو ليس قائدا عسكريا وليس قائدا سياسيا وتاريخه منذ البداية لا يشجع أن يكون أن يتصدر المشهد السياسي أو أن يكون بديلا للسلطة لكن هو الرجل مهام محددة تنفذ المهمة محددة نفذت في روسيا أصبحت هناك تعاقدات تصل إلى 160 ألف قوات قديروف وقعت اتفاقات وهناك اتفاقات أخرى قيادة عسكرية بطيئة الحركة ثبت أنها غير مؤهلة لقيادة العامات العسكرية منذ العام الماضي منذ الخطط التي انتشرت والتراجعات التي تمت عنها بالتأكيد هناك ضرورة لتغيير هذه القيادات لتغيير وجه التعامل مع المطلبات المعركة لا أتصور كما قال المتحدث من أوكرانيا أنه يمكن أن تشن حرب أنه ذهب إلى هناك ليشن حرب من هناك على أوكرانيا لأن هذا لها واقع آخر هل بلاروسيا مستعدة أن تنصار في العملية بهذا الشكل؟ نعم طيب ضيفي في واشنطن أستاذ بشار جرار الولايات المتحدة لاعب رئيسي كيف تتعاطى أو كيف ستتعامل برأيك مع هذه الصدمة التي حصلت هذا التمرد الذي حصل هل ستتعامل مع بوتين على أنه خرج منتصرا من تمرد كبير كاد يصل إلى العاصمة موسكو أم ستتعامل معه على أنه أضعف مما كان هو التعاطي في قسمين إعلامي وكان في المطلق يمهد ويروج بأن هذا الموضوع هو انقلاب وأن كوتين الآن في الساعات الأخيرة وهناك السياسي الذي تريث وأصدر ردوء أفعال اتسمت بنوع من التحفظ بمعنى أنه كان واضع شيء ما غير طبيعي سواء كان هذا العلم موجود عند الاستخبارات الأمريكية وبالفعل أطلعت عليه كما قالت الواشنطن بوست إدارة بايدن وأنه قد تم البحث بما هو الرد الفعل واضح أن الرد الفعل كان النأيه بالنفس كما يقال بمعنى أنه هو الانتظار wait and see انتظر ماذا ستؤدي الأمور من تفاعلات على عكس ما تم من بعض الأطراف المعنية وخاصة أوكرانيا بالتسرع والقول بأن ما يجري هو انقلاب على بوتين الآن أين الخطورة؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية المسألة ليست فاغنر المسألة الآن أن كل ما هو مثل فاغنر في كل العالم سيعاد النظر فيه لأن الآن ستفكر ملياً وهذا دستورياً حتى الدستور الروسي يمنع أن تكون مهمة الأمن بيد أي جهة سوى الجيش الوطني ولكن الآن ما شاهدناه من أحداث في السودان مؤخراً والآن يا لهم المصادفة كان يعرض رئيس فاغنر للوساطة بين الطرفين المتقاتلين في السودان فالآن الكل يتساءل إلى أي مدى أنا أثق في هذه الشركات والسؤال الثاني المهم جداً وهو مطروح هل يعقل أن ما جرى سيمر هكذا مرور كرام؟ مستحيل هذه النقطة التي أسأل عنها ضيفي في موسكو طيب سيد فيسلاف ماتوزوف ماذا سيفعل الرئيس بوتين خاصة مع وزير الدفاع سيرجي شايغو صحيح ذكرت أنه يعني هو عمل مع عشرة وزراء وهو يعني خدم في الدولة منذ أيام الرئيس الأسبق بوريس يلتسن ولكن الرئيس بوتين كان على علاقة قوية مع سيرجي شايغو ولا طالما ظهر أمام كاميرات الإعلام وهما يقومان برحلات صيد مشتركة مع بعض وكان مقربين من بعضهما البعض فما الإجراءات التي سيتخذها الرئيس بوتين بعد هذا التمرد غير المسبوق؟ من السابق أن أجيب على هذا السؤال لأن فعلاً علاقات شخصية بين شايغو ورئيس بوتين كانت علاقات معروفة يعني وهي قريبة جداً ولذلك كيف يتصرفوا وكيف أي شيء يعملوا مع هذا يمكن أن يتواجدوا بكراً يمكن أثناء اجتماع مع القادة الأسكريين سوف نعرف عن موقف الحقيقي لإله برية أنا هو شخص رئيس بوتين يحب الوسط دائماً ولذلك أنا أتصور أن إقالة إقالة أن انتقال شايغو إلى منسب محترم يعني مش مطارداً سوف يكون يوجد مكاناً مرموقاً طيب من ضمن الأسئلة أيضاً لابد أن الجيش قبل أن ينتهي الوقت سيد ما توظف بالنسبة للعملية العسكرية في أوكرانيا أو الحرب في أوكرانيا هل سيعوض الرئيس بوتين فاغنر بالمقاتلين الشيشان بالجيش الشيشاني سيعتمد عليه أكثر أم بعد هذه الطعنة لا لن يعتمد على أي أحد سيعتمد فقط على الجيش الروسي أنا أعتبر أن الدرس من هذا ما نحن كنا نشاهد يعطي جيداً أن لا يوجد بديل لقيادة موحدة قيادة الأسكرية لجيش والقوات المسلحة الروسية أي إنشكاك في الداخل على أسس يا قومية يا يعني اقتصادية مستحيل هذا يدعف الجيش ولذلك استنتاج هذا واضح تماماً من فاغنر أنه واغنر طلب منه اندماماً تحت قيادة الجيش اتفق مع الرئيس بوتين ولذلك هو كان بمعرفة التحركات شكراً بريغوجين ليست هذا شيء غريباً لأن بريغوجين ما تمرد ضد بوتين ضد السلطة نعم لم يتمرد يعني أنه كانت مسرحية صحيح؟ لا مسرحية هو كان الطالب الضرورة إيقالة وزير الدفاع شكراً جزيلاً انتهى وقت فانوراما سيد فتشلاف ماتوزف من موسكو وفلودومير شماكوف من كييف ودكتور محمد مجاهد الزياد من القاهرة والأستاذ بشار جرار من واشنطن شكراً جزيلاً لكم جميعاً وشكراً لكم على كرم المتابعة إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات